مساءكم سعيد مساء الخيرات والصفاء والنقاء وكل ما يبشر بالخير سيأتي بإذن الله ولكن ليس بالعويل ونوع بل بالكد والجد والعمل والمطابرة والوقوف الند بالند فضح جميع التلاعبات وجميع الاختلالات وجميع السماوي الليداوي وجميع السينتي والخاوير العامرة بل من ندر الفيديو أنا كنت بغي انتجال وجاتني واحد المتصال قال لي يا بأنه تكلموا على قانون الإدراع من أجل الأخير لأنه كان مجلس الحكومتي العاقد في الخميس والبارح كان تصوصنا بأنه راتما تأجيله وقلت لهم را ما يمكنش يتأجل لابده كل أسبوع السيدوز وفعلا اليوم داز المجلس الحكومي بقي الآن مش تشيركش اللي اللي اعلن عليه للبلاغ الصحافي ولكن كنت أنا مجد باش نظر في قانون الإضراب حتى غد نكمل دابا اللي غد نشوف الندوة اللي دارها الناطق الرسمي سيد بيتس بيتس يا بيتس اللي بيد للزرقاء من معلم إلى وزير للناطق الرسمي بإذن الحكومة الله مزيد وابارك إذن أنا قد الآن غد نكمل لأنني داك الشي اللي قد نهضر عليه دي القانون الإضراب دراه هضرت عليه أنا يا فيلم و سينك قلت لكم بأن من الزينيون الزينيون دي المركزية النقابية إلى آخره راهم مقدم عام الشغل إلى آخره وبأنه الشي اللي غدي ديروها هما را تطافقوا عليه في ثلاثين أبريل ألفين واثنين وعشرين دك الشي علاش غدي نزلوه الآن را صادقو باش نزلو دك الشي لبعض من بعض الأشياء لأنه باقي بالنسبة للقطع الخاص شي حاجة دي اللي تابع السماغ ولي تابع السميق بعض الشركات باقي ما فعلوش دك الشي علاش الممتلين دي السماغ تاهم مكانوا شاركوا ولكنك ملاحظين لأن الاتفاق دي الحوار الاجتماعي دائما تكون تولاة الأطراف رئاسة الحكومة الباطرونا و المركزيات لالتحادات النقابات العميلية دائما العامين دي ودخلوا تاني جددوا بالإضافة إلى يعني الممثلين دي القطاع الفلاحي السمان باش يعني أجرؤوا داك شي ودك شي خاصوا متى هما يجدوا ليهم الدعم إلى آخيره باش خبزنا في طبقنا إلى آخيره واللي هم منك حال هو يدوزتك شي عطينين عطيك دونو دونو مزي إذن غدين هدرو على قانون الإضراب مبرمج من الاتفاق دي الحوار الاجتماعي وقلت لكم أني اشحال هذه قلت لكم مرة غدين نزلوا له هذك شي رابي مقابل غدين نزلوا القانون دي الإضراب إصلاح القانون التنظيمي دي الإضراب اللي غنهضروا عليه غنهضروا عليه دي ودك الشي كل شي يصبو فياش في تعديل مدونة شعل باش يقونوا الإضراب والشركات تولي عندها واحدة إنتاجية وتخدم فرحتها الإضارة كذلك تنقص الإضرابات ويقولوا يخدموا فرحتهم والأمور ستتضيحوا وكما قلت في الفيديو السابق أن التعديل تعديل للمدونة الشغل وكل شيء ذا كشيرة غدينزل يكون جاهز قبل نهاية السنة وقلتها في شهر خمسات شي في شهر خمسة قلتها أنا لا أتنبأ بل إنسان من تكون متبع ويحلل ويوفق الشفرات والأشياء التي يديرها هما مبهامة تردوها نحن معلومة لتكون ملغومة تردوها نحن معلومة معروفة ونتقاسمها مع الأحرار والحرائر شرفاء والشريفات وخصصا المتقاعدين دي القطاع العام اللي قاموا بالتعسف في حقهم وإقسائهم من الزيادة الأخيرة في المعاشات اللي خاصت فقط القطاع الخاص واستثنت القطاع العام متقاعدين القطاع العام في حين النواش ما نبهوش ولكدير هو راتي يحاطو بالمستشارين إلى آخيره ما نبهوش بأنه را هو رئيس الحكومة را هو رئيس دي المجلس الإداري سواء دي السينيسيس سواء دي السامر وبالتالي فهو راتي سقط في في قاعدة أو في حالة التنافي والقاعدة الفقهية القانونية دي الكيلو بمكيالين في الجميع السواسية أمام القانون وبما أنك رئيس المجلس الإداري دي السينيسيس وفي نفس الوقت رئيس المجلس الإداري دي السعيم إير علاش صادقتي بس تزاد خمسة سعة في المية للمعاشات القطاع الخاص وخليتي متقاعدة القطاع العام مدنيين وعسكريين واش ماليهم شو الله ما كيش ليحضر عليهم رغم أنه عندهم ممتلين ديالهم ديال المنخارطين في المجلس الإداري اللي شرحت لكم من نجلي تكون ممتلين ديال المنخارطين في الصندوق ديال المغربي للتقاعد سواء المدنيين سواء العسكريين إذا واش الحمامة ما بطيش تغريد في ساحات الأمام ولا ماذا يبدو أن الحمام السلام لم يعود يغرد في ساحات الأمام المتحدة بالضارر بيضاء نحن كن ممشينا تنزوره تنزوره لذيك الساحات للحمام إلى آخره وهو يغريد إذا يبدو أن الحمام لم يعود يغريد في ساحات الأمام المتحدة مزينا نعود إلى قال لك النقابات تنتظره نسخة أخنوش في مشروع قانون تنظيم الإضراب النسخة دي الأخنوش تنتظره وهناك مفاوضات جديدة بشأن قانون الإضراب بعد إسقاط النسخة الحالية هذه النسخة اللي كانت في الرفوف وتلجأ لها الحكومات كل ما يعني يعني لزم الوقت ذلك ومن أجل يعني إخضاع النقابات هنا ديك الآن تقولوا بأن النسخة بأنها تم إسقاطها الإسقاط هذه الكلمة الفضفاضة التي تعني أن النسخة الحالية دي القانون تنظيم الإضراب قد تم إسقاطها وهي لم تسقط أصلا لم تسقط أصلا ولم تنسخ أصلا وليس هناك نسخة جديدة سيقدمها رئيس الحكومة بل هناك النسخة لكينا حاليا وسيتم تعديل بعض البنود ديالها بعض البنود ديالها باش نكونوا واضحين باش نوضح لكم زيان واكينين دركا شو واحدين را غادي غادي نزلتاني الفحواء وغادي يمشوا ديروا محتويات إلى آخره حداري 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 وحداري يغتي عنا لداري يغتي لنا والعليك وي اذا النسخة لم يتم إسقاطها الحالية بل هي دائما متواجدة وفيها تسعود وربعين بند فيها تسعود وربعين بند كي هناك بعض البنود لينقض خلافية بين النقابات وبين الحكومة فقط وسيتم تعديلوا دي أنا أشغال لك هنا لأنه خسنا نشوفوا يعني تصريحات دي الأمنا العامين بعضها الاجتماع هذاك تصريح دي الأمرا لا يعني بأن هذك النسخة تم الإسقاط ديالها والتخلق علىها وحيدوها وغيجبوها دخورا إلى آخرين وننطع ديرو نسخة جديدة كي لا نسخة جديدة لأولو كي هنا هذك النسخة اللي فيها تسعود وربعين بند فينا في كينين هونو دات طابع جنائي لتجريم الإضراب اللي هي نقطة خلافية بين النقابات وبين الحكومة إذن كين هناك إعادة هذه النسخة الحالية اللي فيها تسعود وربعين بند من أجل تعديل بعض البنود فيها لا توافقيا فأش قال رئيس الحكومة قال لك انفتاح الحكومة على التعديلات إذن النسخة القديمة راباقة النسخة الحالية راباقة قال لك انفتاح غادي غايت نفتح إبانويغ سيبانويغ إبانويسمون غاين فاتح ما قلش لكرا غادي نحيدو هذك النسخة ونجيبوه النسخة أخرى النسخة اللي فيها تسعود وربعين بند هي اللي باقة الحالية والحكومة ستنفاتيح كان هناك انفتاح دي الحكومة على التعديلات على التعديل دي البعض البنود اللي كانين في هذك النسخة الحالية دي القانون تنظيمي للعذرة كان هناك فقط انفتاح من أجل بعض التعديلات من خلال طرح لجنة للتداول وطرح لجنة للتداول في الموضوع هذة اللجنة مناش تتكون تتكون من نقابات ومن وزير دي الوزارة الشغل والإدماج المهان دي الولجنة تتكون من نقابات ومن وزير وزارة الشغل والإدماج المهان من أجل التداول في بعض البنود أو النقاط الخلافية قبل طرحها في البرلمان باش تكون هناك المصادقة النهائية ديال وتنزل داك القانون تنظيمي للإدماج إذن هناك نقاط خلافية لأن النقابات يعني كين هناك نقاط خلافية لأن النسخة هي هي الحالية هي الحالية اللي فيها تسعوذة وربعين بند وكين هناك نقاط خلافية التي لها دعوة إلى الإضراب لتكون مخالفة لانطلاق لكل دعوة إلى الإضراب يعني حول بطلان هذه النقاط للنقابات يعني من ما فقاش عليها هي النقاط هي البنود لتدعو إلى بطلان كل دعوة إلى الإضراب مخالف للقانون التنظيمي مخالف للقانون التنظيم إذن أي دعوة للإضراب مخالف للقانون التنظيمي هذه النقطة هذه البنود هو نقطة خلاف بين النقابات وبين الحكومة سيتم التداول فيه وتمنع الإضراب أيضا لأهداف سياسية في حين تتشبه النقابات بالتفاقات الدولية وبتنصيص الدستور المغربي وحريات الاجتماع والتجمهور والتظاهر السلمي هذا الشيء الذي تتشبه به النقابات وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي وحماية الحق في الإضراب إذن هذه النقابات الخلافية التي كانت كان هناك بنود الطابع تجريمي للإضراب التي كانت في النسخة الحالية هي التي سيتم التداول حولها داخل لجنة مشكلة أو متكونة من النقابات ومن وزير وزارة الشغل والإدماج المهني هذا كل ما في الأمر فقط لا غير وبالموازنة مع ذلك سيتم تعديل مدونة الشغل فيما يتوافق والإنتاجية لبرودكسيون ديالشركات باش يقول له دامين في واحد الأرياحية من أجل الإنتاجية إلى آخره ومن أجل الإدارة أيضا باش تخدم في واحد الجو مريح إلى آخره إذن هذا الشيء اللي غادي يكون بالنسبة لإصلاح يعني التعديلات اللي غادي تكون في مدونة في القانون التنظيمي للإضراب ومن بعد هذيك التعديلات بحل قالوا المالي من يتيجي وقدروا يديروا فيه تعديلات قبل ما يصادقوا عليه المصادقة قبل ما يطرحوه في في البرلمان أجل تصويت عليه إذن هناك تعديلات حول نقاط خلافية ديال قانون التنظيمي للإضراب اللي تضم تسعود وربعين هناك بعض البنود فيها خلاف أو نقاط خلافية بين النقابة والحكومة غادي يتطرقوا لها ويتداولوها داخل هذه اللجنة التي شكلت من أجل هذا من أجل من أجل هذه التعديلات قبل أن يتم طرحها في البرلمان والتصويت عليها وبالتالي تصبح سارية المفعول وهدش كل شي غيكون جاهز قبل نهاية هذه السنة وهدش رقنا شهر خمسة وسهر خمسة ماي قلنا بأنه غيكون وعارفين المسائل وقانون الإضراب تورقنا بأنه غدا يطرح فعلا يطرح وبالزاف ديالأمور غدا يطرح سيتم طرحها في هذا الحوار الذي يقول الاجتماعي في الحين أن الاجتماعي خاص يكون يكون هناك مساواة تكافؤ الفرص يكون هناك عدل في الإنصاف تلقى رئيس الحكومة رغم أنه هو الرئيس دي المجلس الإداري دي السعم أير قام بإقساء المتقاعدين وتنقولها وتنأكدوا عليها متقاعدين دي القطاع العهن وصادقة على الزيادة في معاشات القطاع الخاص إذن هنا كيل كيل بيميكيالي كيلو بيميكيالي إذن بالنسبة لهذه النقطة احنا هضرنا عليها قد ديناها إذن نخلوا أبحثها ونهضروا تاني على هذه القادية الدانية للإدماج دي المتعاقدين أو أطول الأكاديميات في فيديو آخر مستقل على هذه النقطة لتخص فقط القانون التنظيمي للإضراب والتعديلات المستقبلية قبل عرضه في البرلمان للتصويت عليه ويصبح ملزم للجميع إذن لكم بعد فاصل ونواصل في فيديو آخر إن شاء الله وما تنسوش وذلك فضلا وليس أمرا تفعيل الجرس القليبات جتام تكتروا من الإعجاب وتبرتاجوا على نطاق واسع حتى تعم الفائدة وحتى تدعم هذه القناة المتواضعة التي هي صوت كل مستضعف وكل مغبون وكل مظلوم حتى نسترجح حقوقنا كاملة مكتملة غير منقوصة وفي مقدمته المتقاعدين ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 112 ضحايا الشرخ 15 الستة الذين تقاعدوا من 2003-2004-2005 رغم أنهم قيدوا لأزيد من ثلاث سنوات قبل حدفهم من الأسلاك ووحدثت المناصب المالية لأزيد من ثلاث سنوات وكانت ترقية استثنائية والاستثناء يعطل ويرطل جميع القوانين الجارية بالعمل قاموا بالتعسف في حقنا وتطبيق الحصيص السنوي القوط اللاعين في حقنا كمتقاعدين وتقاعدنا بالسلم التاسع في حين أن المتقاعدين يتقاعدون خلافاً للمادة 99 خلافاً للحصيص السنوي وشوف أكم في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر